اعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية فرع القواعد درسنا اليوم بعنوان مصادر الأفعال غير الثلاثية قبل أن نبدأ درسنا أبناء العزاء تعالوا بنا نتذكر الدرس السابق وهو مصادر الأفعال الثلاثية الفعل ما دل على حدث مرتبط بزمن معين المصدر ما دل على حدث غير مرتبط بزمن مصادر الأفعال الثلاثية سماعية غالبا ولها أوزان متعددة ونقصد بذلك أبنائي أننا أخذناها عن العرب ومعنى ذلك أننا عندما نريد أن نتعرف على هذا المصدر يجب علينا أن نعود إلى المعاجم اللغوية الأفعال غير الثلاثية أبنائي الأفعال الغير الثلاثية نقصد بها هنا إما أن تكون رباعية أو خماسية أو سداسية الأفعال الرباعية مثل أبنائي إذا ما تأملنا الفعل سلم فإننا نجد هنا أن هناك تضعيفا على حرف اللام معنى ذلك أن حرف اللام يتكون من حرفين انظر إلى الجدول المبين أمامنا الآن ناقش الحروف باللون الأزرق تعني أنها حروف أصلية أفعال خماسية ترجل إن شرح تنافس الآن ننظر إلى الجدول إن شرح أصل الفعل هنا شرح أي أن هذه الحروف باللون الأزرق تعني أنها هي الحروف الأصلية في الفعل إن شرح أفعال سداسية استعمل استخدم استفهم انظر إلى الجدول الآن استعمل الحروف أيضا باللون الأزرق هي الحروف الأصلية لهذا الفعل أبنائي تعالوا الآن لنتعرف على مصادر الأفعال غير الثلاثية ولنبدأ هيا بنا نعبر عن الصور التالية بجمل فعلية مفيدة كما نرى أمامنا على الشاشة هناك طير يطير في الجو أريد منك أن تبدأ الجمل بفعل ماضي فماذا نقول حلق الطائر في الجو تحليقا الآن لنتذكر هل تذكر قلنا أن الفعل الماضي حلق يدل على حدث وهذا الحدث وهذا الحدث مرتبط بزمن بزمن حدوثه أو حصوله فقد حدث هذا الفعل في الزمن الماضي وإذا ما تأملنا كلمة تحليقا فإننا نرى أنها تدل على إسم وهذا الإسم هو مصدر وقلنا أنه يدل على حدث ولكن هل لهذا الحدث أو هل لهذا المصدر زمن؟ بالطبع لا لأن المصدر غير مرتبط بزمن معين إذا ما أردنا الآن أن نحاكي هذا المصدر فنقول هذب تهذيبا قطع تقطيعا نسق تنسيقا الآن هيا بنا نحاكي هذا المثال علم مصدره تعليم حسن مصدره نعم تحسين عمر مصدره تعمير معنى ذلك كأننا نقول فعل مصدره تفعيل تعالوا بنا الآن لنرى نوعا آخر من أنواع المصادر المصاغة من الفعل الرباعي راقب العالم حركة النجوم مراقبة راقب متى في الزمن الماضي مراقبة هو مصدر وهذا المصدر كما قلنا أبنائي ليس له زمن الآن الآن إذا أردنا أن نأتي ببعض الأمثلة للفعل الرباعي على وزن فاعل نقول نافس منافسة شارك مشاركة حاول محاول حاكي معي هذا المثال جامل مصدره مجاملة فإذا ما قلنا فاضلة مصدره نعم مفاضلة قارن مصدره مقارن وكأننا نقول فاعل مصدره مفاعل ننتقل الآن إلى فعل آخر من الأفعال الربعية أتقن اللاعب مهارة التصويب إتقانا أتقن فعل ماض إتقانا مصدر لهذا الفعل وكما نوهت في الدرس السابق قلنا أن المصدر لفعل وليس المصدر هو الذي يتكون من ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف أو خمسة أحرف أو ستة أحرف تعالوا بنا الآن لنحاكي هذا الفعل ونأتي بمصدره فنقول أحسن إحسان ونقول أسلم إسلام ونقول أيضا أنزل إنزل أبناء هيا بنا نحاكي المثال أشرف مصدره إشرار فماذا نقول في أنعم أنعم أيضا مصدره إنعام أسهم مصدره نعم إسهام ننتقل الآن إلى الأفعال الخماسية ونرى المصادر المصاغة من هذه الأفعال كما نرى على الشاشة هناك رجل ينظر إلى ميزان الحرارة ليعرف درجة حرارة الجو فماذا نقول ارتفع الدرجة حرارة الجو ارتفاعا ارتفع ارتفاع كما نرى هنا الفعل والمصدر كلاهما يدل على حدث ولكن ما الفرق بينهما أن للفعل هنا زمن أما المصدر فليس له زمن فإذا ما قلنا الآن التزم نقول التزام افتتح افتتاح هيا بنا الآن نحاكي المثال اكتسب مصدره اكتساب اغتنم قس على ذلك نعم اغتنام اجتهد نقول هنا اجتهاد اعزائي الطلاب نواصل درسنا بعد الفاصل ابناء الطلاب عدنا اليكم مرة اخرى ونواصل شرحنا مع مصادر الفعل الخماسي لننظر الآن مرة اخرى الى الشاشة كما نرى على الشاشة هناك عصفور يتحرك فماذا نقول تحرك العصفور في مكانه تحركا وكما نرى تحرك تحرك فعل ماض يدل على حدث ومرتبط بزمن تحرك مصدر يدل ايضا على حدث ولكن غير مرتبط بزمن الآن ماذا نقول في هذا الفعل تكلم تكلم تدرب تدرب تعلم تعلم تعرف ايضا تعرف هيا بنا نحاكي المثال تقدم مصدره تقدم تفكر نقول تفكر تأخر نعم قس على ذلك تأخر ننتقل الآن الى مصدر اخر لفعل خماسي اعزائي الطلاب نرى على الشاشة مهرجا يتلاعب بالكرات فماذا نقول تلاعب المهرج بالكرات تلاعبا تلاعب 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 فعل خماسي وتلاعب هو مصدر لهذا الفعل وكما قلنا تلاعب تلاعب يدل على حدث ومرتبط بزمن معين وهو الحدوث في الزمن الماضي اما تلاعب فهو مصدر يدل على حدث فهل له زمن كما قلنا ليس له زمن نقول الآن تفائل تفاؤل تراحم تراحم تصادق تصادق هيا بنا نحاكي المثال الآن تناغم مصدره تناغم تراقص مصدره تراقص تراقص تفاهم مصدره قص على السابق فنقول تفاهم انتهينا الآن أبنائي من الفعل الخماسي تعالوا بنا الآن ننتقل إلى مصدر الفعل السداسي نرى على الشاشة هنا أطفالا يستمتعون بما يرسمون فماذا نقول نقول استمتع الأطفال بالرسم استمتاعا استمتع استمتاع فإذا ما تأملنا هذا الفعل نجد أنه يتكون من ستة أحرف يدل على حدث وهو حدث الاستمتاع أيضا له زمن نعم له زمن فقد حدث في الزمن الماضي استمتاع مصدر يدل أيضا على حدث فهل له زمن بالطبع لا لأن المصدر يدل على حدث غير متبط بزمن معين تعالوا بنا الآن لنأتي ببعض المصادر لأفعال سداسية نقول استغفر استغفار كما نقول استقدم استقدام استكبر استكبار هيا بنا نحاكي المثال استغفر مصدره استغفار استحسن مصدره قس على السابق فنقول استحسان استخلص مصدره نعم هو كما تقول استخلاص استخلاص أبناء مما سبق نتعلم أن مصادر الأفعال غير الثلاثية هي مصادر قياسية وماذا نقصد بمصادر قياسية أي أن لها قاعدة نسير عليها أو نسير وفقها وهنا لدينا فائدة مصادر الأفعال غير الثلاثية قياسية وتأتي على أوزان متعددة أبناء هل يأتي المصدر منصوبا دائما هذا ما سنعرفه بعد الفاصل أبناء الطلاب عدنا إليكم مرة أخرى وكنا قد سألنا هذا السؤال هل يأتي المصدر منصوبا دائما انظر إلى الشاشة الإحسان إلى الوالدين مرضاة لله كلمة الإحسان هنا أبناء مصدر وهي مصدر لفعل رباعي أحسن إحسان أبناء تعلمنا فيما سبق أن المصدر اسم وكما نرى هنا على الشاشة كلمة الإحسان قد بدأت بأل التعريف فماذا نعرب هذا الاسم نعم الإحسان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة نرى الآن جملة أخرى إن الإحسان إلى الوالدين من أعظم الطاعات أيضا المصدر الإحسان ماذا سبق هذا المصدر كما نرى إن وإن عندما تدخل على الجملة الاسمية فإنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها إذن ماذا نعرب هنا الإحسان نعم اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة تعالوا من الآن إلى الحالة الثالثة أمرنا الله بالإحسان إلى الوالدين كما نرى المصدر نفسه الإحسان أنظر إلى الحرف الذي سبقه حرف الباء وهو حرف جر فماذا نقول هنا اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة ماذا نستفيد من ذلك أبنائي يعرب المصدر بحسب موقعه في الجملة أبنائي تعالوا بنا الآن لنجيب على بعض التدريبات هات فعل كل مصدر من المصادر الملونة بحسب الجدول التالي فلنستمع أبنائي إلى الفقرة التالية الإكثار من الاستغفار يؤدي إلى تقرب المسلم من ربه ويسهل دخوله الجنة بعد أن قرأنا أبنائي الفقرة السابقة تعالوا بنا الآن لنتعرف على المصادر ونتعرف أيضا على أفعالها المصدر الأول اكثار فما فعله نعم أكثر المصدر الثاني استغفار فعله استغفر المصدر الثالث تقرب فعله نعم تقرب المصدر الأخير دخول وفعله وفعله دخل الآن جميعكم يتساءل لماذا هذا الصف الفارق نريد الآن أن نأتي بنوع هذا الفعل من حيث العدد انظر الآن أكثر يتكون يتكون من أربعة أحرف كما نرى الهمزة والكاب والثاء والراء إذن نقول رباعي أي أن اكثار مصدر لفعل رباعي وهو أكثر أما استغفر فكما نرى يتكون من ستة أحرف فنقول فعل سداسي ومعنى ذلك أن استغفار مصدر لفعل سداسي وهو استغفر تقرب من كم حرف يتكون هذا الفعل نعم إنه يتكون من خمسة أحرف فنقول فعل خماسي أي أن المصدر تقرب هو مصدر لفعل خماسي ألا وهو تقرب دخول كما نرى المصدر دخل الفعل أما دخل أبنائي فهو فعل ثلاثي لماذا لأنه يتكون من ثلاثة أحرف كما نرى فنقول دخول مصدر لفعل ثلاثي نعم ننتقل الآن إلى تدريب آخر اختر الإجابة الصحيحة بحسب فهمك للدرس المصدر هل وفعل أم اسم أم حرف أم لا شيء مما ذكر وكما تعلمنا أبنائي بأن المصدر يشبه الفعل في أنه يدل على حدث ولكن الفعل له زمن أما المصدر فليس له زمن فمعنى ذلك أن المصدر هو اسم المصدر اجتهاد لفعل ثلاثي أم رباعي أم هماسي أم سداسي ماذا علينا أن نفعل هنا يجب علينا أن نأتي بفعل هذا المصدر فما فعل اجتهاد نعم اجتهد ماذا نفعل الآن تعالوا بنا حرف حرفان ثلاثة أحرف أربعة أحرف خمسة أحرف معنى ذلك أن المصدر اجتهاد لفعل نعم خماسي المصدر اكرام لفعل ثلاثي رباعي خماسي سداسي ماذا يجب علينا أن نفعل هنا أبنائي نعم أن نأتي بفعل هذا المصدر ألا وهو أكرم من كم حرف يتكون هذا الفعل كما نرى على الشاشة يتكون هذا الفعل من أربعة أحرف لذلك نقول المصدر اكرام لفعل رباعي الفعل للمصدر استعمال هو عامل تعامل عامل استعمل عندما نقول استعمال أيضا يجب علينا هنا أن نأتي بفعل هذا المصدر فنقول استعمل استعمال احترام الجيران واجب جاءت كلمة احترام مرفوعة لأنها فعل فاعل مبتدأ خبر مبتدأ كما كما قلنا أبنائي أن المصدر يشبه الفعل ولكن هناك فرق بينهما في أن الفعل له زمن أما المصدر فليس له زمن الآن أبنائي تعالوا بنا لنضع التعريف بداية هذا الاسم فماذا نقول الاحترام معنى ذلك أن كلمة احترام هنا جاءت مبتدأ وعندما نريد أن نعربها إعرابا كاملا نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أبنائي في نهاية هذا الدرس تعالوا بنا نتذكر ما شرحناه وماذا تعلمنا من خلال هذا الدرس المصدر اسم يدل على حدث غير مرتبط بزمن مصادر الأفعال غير الثلاثية مصادر قياسية لمصادر الأفعال غير الثلاثية أوزان متعددة يعرب المصدر بحسب موقعه في الجملة وفي الختام أبنائي سعدت بلقياكم دمتم للعلم شموعا ودام العلم لكم نبراسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر